اهلا بكم متابعين الكرام في حلقة النهاردة هنتكلم على الاحداث اللي هتحصل في الحلقة الاشرين من مسلسل جعفر العمدة شوقي بعد ما راح يزور جعفر العمدة في السجن علشان يشمت فيه وبرضه بيقوله انه هو كان سبب خطف ابنه من 19 سنة وكمان هو وراء ان دلال سقطت علشان ما تخلفش منه ورد عليه جعفر العمدة وقال له استناني بس لاب مخرج وانا هوريك ردي عامل ازاي وطبعا جعفر هياخد براءة من قضية المخدرات المتلفقة ليه بعد ما راجعوا الكاميرات الموجودة في المطار من بداية دخول جعفر العمدة المطار وكمان صورت الرجل اللي حطوله المخدرات في الشنطة وده كان طلب المحامي الخاص بجعفر العمدة وهو مراجعة الكاميرات الموجودة في المطار وفي مشهد تاني شوقي فاتحلت صلا لما عرف ان جعفر العمدة اخد ضراءة وخرج من السجن ولما جعفر العمدة شاف شوقي في الحارة قال له ما عرفتش تعمل اللي نفسك فيه وما اخدتش اعدام برضو زي ما انت كنت متوقع وكمان جعفر بيقوله هردلك الزيارة اللي انت زرتها لديه قريب جدا وهنا شوقي بيدحك لكن فيه نار مالية قلبه من الغيز من ناحية جعفر العمدة علشان كان عايز ينتقم منه لكن معرفش في النهاية وكمان نعيم بيكون فرحان جدا برجوع جعفر العمدة وخروجه من السجن وبيقوله احنا تسحلنا في غيابك يا جعفر وكمان سيد بيقوله ان احنا تبهدلنا في غيابك يا جعفر وكمان وداد ده سابتني وتجوزت شوقي وفي الوقت ده صفصف بترد على سيده وتقوله سيب اخوك يرتاح وحقك هيرجعلك ثالث وامتلت وكمان صفصف بتقول جعفر العمدة كل ده من الحربية وداد وهنا جعفر بيقولها ايام وداد معايا معدودة وبالمناسبة ايامها برضو مع شوقي فتح الله هتكون معدودة وكمان قال لها ان شوقي زاره في السجن وقال له انه هو اللي خطف ابنه من 19 سنة وفي مشهد تاني شوقي قاعد مع وداد وبيقولها احنا دينا عين في بيت جعفر العمدة وهنا وداد بترد باستغراب من العين اللي ليك في بيت جعفر العمدة بيرد عليها ويقولها عيدة لان عيدة كانت اللي متفقى مع شوقي والكارم علشان يحطوا لجعفر العمدة المخدرات في شنطة وهو في المطار وطبعا عيدة كانت عايزة تعمل كده علشان الفلوس وكمان علشان جعفر العمدة كان السبب في موت ابوها وهنا ام شوقي وكارم بتقولهم ان اثناء زيارتها لجعفر العمدة في السجن هددها ان ولادها هيحصلوا اخوهم اللي مات في الوقت ده كارم بيرد على امه وبيقولها مش هيعرف يعمل معانا حاجة وهنا ابو كارم بيزعل وبيقوله ان انت مش هتجيبها البر خالص وتاني يوم جعفر بيقابل شوقي فتح الله في الشارع وبيهدده لو ما قالش على مكان ابنه هيمسح بيه حي سيدة زينب شوقي بيرد عليه وبيقوله انا خليك مسدول طول عمرك وبرضه مش هقولك على مكان ابنك وهنا جعفر بيتهور ويضرب شوقي علقة موت مخدهاش حمار في مطلع ومحدش قادر يتدخل لان كده راجل لراجل وسيد ونعيم واقفين يتحقوا على شوقي علشان اخيرا جعفر العمدة جاب حق عيلة العمدة وفي مشهد تاني بلال شاما بيروح لسيف ويقوله انا عارف مكان ابوك اللي هو ما كانت مخبية عنك لحد ما ماتت وهنا هيطلب من سيف مبلغ كبير جدا وفي نفس الوقت هيتصل بجعفر العمدة ويقوله انا عارف مكان ابنك وبرضه هيطلب منه مبلغ مالي كبير جدا وهنا جعفر بيوافق وبيديله الامان علشان نفسه يلاقي ابنه اللي مش لقيه من 19 سنة ودي كانت ملخص لتوقعات الاحداث اللي هتحصل في الحلقة العشرين لو انت مكمل معي لحد دي ادي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول باول